السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا باخر والاخير ومرحبا بكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنحضر معكم ملوي مخامر في الفران في انتبان تشيكرواسا او لابتيبان كيجي رائع وسهل طريقة ديالتو جد مبسطة والنتيجارها رائعة ان شاء الله سنشارك معكم جميع التفاصيل ونبدو على بركات الله كيفما كتبحدوا معي هنا اخديت واحد للقصرية واحد الشبيكة 4 كيسان ديال الدقيق الابيض وكاس ديال الفينو و سبيسيال ي pele escrever السميد الناعي beautiful سوف نضيف لي 8 كيسان و twitter خميرة الخبز نصaquك وو 10 معلق اتضع енноًا هذه ملح معلقاء زين ضع نباتية نضيف العجين نضيف العجين نضيف العجين نضيف العجين نضيف العجين يجب أن تدلقها تقريباً 1-5 دقائق حتى أولت بهذا الشكل إذا كانت العجينة خفيفة ستتاعدكم بزاف تدلق وضغية ستدلق معاكم هنا كنأخذ العجينة ديالتي مباشرة ونشكلها كوايرات ندهنهم بالزيت ونغلفهم بوحد السلوفان ونجعلهم يرتاحوا عير بايد موجة المكونات اللي سنخدم بهم في المرحلة الثانية يعني العجين ديالتنا وخافي هالخميرة ما كنخلي واش تختامر مباشرة كننخدموا بها كيف ما كتشوفوا معايا هنا كنغلفها بالسلوفان عير باش ما تتكونش ليه شي قشرة من الفوق وما تقصحش ليه هنا زلافة الأولى فيها الزيت وزلافة التانية تفاوح تلسط لمعالق ديال الفينو ومعالق ديال تمايزيناء او لا دقيق الدورة او لا الناشا اي لما توفرت عندكم ديالو محلقة ديال الدقيق الدقيق الابيض مع ثلاثة ديال الفينو سوف هنا غادي ندير الزبدة اي نوع توفر عندكم ديال الزبدة استعملوه ما كنتشي مشكل ما كتخليوش العجين ديالتكم ترتاح مباشرة كترجعو لها ما تخلي واش تختامر او لا يضعف الحجم ديالها سوف هنا كناخد الكويرة الاولى وغادي نحاول اني نبسطها بالزيت راه العجين فيها الخميرة راه دغية كتبسط ما غادي تعد بكم موالو كيف ما قلت لكم راه الطريقة اي اخت ممكن تحضرها والطريقة راه جد مبسطة وساهلة سوف هنا كندهن بشوية ديال الزبدة اللي كنت دوبت وهنا كنرش بهذاك الفينو والميزينة اللي درت اهنا كيف ما قلت لكم لما توفرتش عندكم ميزينة استعملوا الدقيق الابيض والفينو سوف هنا كننحاول اني كنقلوي العاجين ديالي هاكدا يعني تبقى فوق تبقى بهذا الشكل يعني راه الصورة موضحة نفسها وهنا كناخد واحد القطاعة كنقسم العاجين ديالي على جوج وكنعود نقسمها على ربعة وكنعود نقسمها على ثمانية وكل جوج كنحطوهم فوق بعضياتهم يعني دب هاد الجناب هادو اللي في الجناب كنحطوهم مع هدوك اللي الوسط حيت كيكونوا شوية غلاضين سوف هنا كنحط كل واحدة معا وحدة يعني هنا يا كل كويرا كتعتيني ربعة ديال الملويات سوف راه هالكيبالي ان الشرح واضح انتو ما غادي نعود معاكم واحدة اخرى هنا اخديت الكويرا التانية وكنخليهم يرتاحوا هدوك اللي صيبت كنخليهم يرتاحوا على جنب هنا شوفوا معايا اه تانية غادي نبسطها وغادي ندهنها بالزبدة ونرشها بها داك الخالطة ديال الفينو اوميزينا وكنشكلها بهاد شكل كنبقا هكذا كندير طويات او اللي كنتنيها على راسها صف وكنجيب طرف الاخر وكنشكلها وكيف ما قلت لكم كناخد واحد القطاعة كنقسمها على 4 وشوية على 8 وكناخد هدوك اللي في الجناب كنحطوهم فوق بعضياتهم المهم باش كيتشكلوا اليدة بارسها في شكلتهم كامل را كيتشكلوا في 5 ديال دقايق ضغية ضغية صف هنا كناخد كل جوج يعني فوق بعضياتهم كنبسطهم واحد شوية يعني ماشي كنرققهم تاني عير كنبسطهم وكنجمع الجوانب وتيقوا بيارة ما غتجي له معجنة لوانو متنسوش ان العاجين في هالخميرة وغادي تختامر يعني ما كيجوش معجنين نهائيا بالعكس كتجي من الداخل بحل شي كرواسة كتجي مفرقة رائعة لبنات هدي كننصحكم بالتجربة ديالتها يعني ما نكذبش عليكم إلا جربتوها غادين تشكروني عليها وغادين زعما غادين تفرحوا براسكم مني غادين تحضروها صف هنا راحتوا معايا كنجمع هذه الجوانب بهات الشكل هادا كنبسطها واحد شوية وكنشكلها كده خبيزة صغيرة صفي بهات الشكل وكنحاول انني انتو ما كنا هنا يوريتكم بزافة الخطرات باش تشوفوا انني كنجمع عير الجوانب ما كنجمعش الواسط عيره دوك طريفات الجوانب هما اللي كنجمعهم وكنننبسطها وكنحضب هنا هيا هالزيت هنا يستديا الملويات اللي حطيتهم هاكدا هيا في الطاوة طاوة انا دايجا مفرش على ورق الزبدة ممكن ادهنوها عير بالزيت وهنا كنبسطهم ما كنخليهمش يختامروا عير مباشرة كنبسطهم هاكدا يارقوهم واحد شوية باش ميجيوكمش غلاد صافي هنا هيا غدين نغلفهم بالسلوفان وهاد المرحلة الوحيدة اللي كنخليهم يختامروا ماشي مدة طويلة انا وخده براء الجو بارد وخليتهم 15 دقيقة يعني الى كان صيف ما تفوتوش خمسة ديال دقايق انا دا بالبرد وخليتهم كيف ما قلت لكم عير 15 دقيقة حييت تعليم داك السلوفان ودهنتهم بوحد اصفر بيضة مع حبيبات ديال قهوة سريعة الدوابان وشوية شقاطارات ديال الخل الفران ديجا مشعول كان سخون مزيان مشعله من الاسفل غادي نطيبوه هنا فران ديال الغاز تيفولي شوفوا النار هنا يا مجهده خليتهم حتى تنفخوا شوفوا معيني الشكل دياله مراهو منتافخوا غادي يبانون لكم شي تشقوقات يعني راه الهوض خليهم من الداخل يعني راه غادي نطيبوه من الداخل صافي من بعد ما طابوا من الاسفل نزلتهم من تحت عير شوية تحمروا صافي وخرجتهم راك يطيبو بسرعة حين تشاشي نخفف بحل شكل شي بحل كرواسة اصلا هاد الملويات كيجو بحل كرواسة الى صيبتوهم غادي نجوكم بحل بتيبا بحل شي حاجه هاكده صافي هادو اللي هنا يدهنتهم بالعسل ودوزتهم هاكده في كوكاو محمر اراه ما نقول لكم شا البنات كيف يفجعوا اراه شي حاجه اللي طب ديال طب وهشاشين خفافين كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو خفاف كيف ما قتلكم بتيبا على شكل ملوي خطيرين البنات منين نزلت هاد الطاوة ديالتي الاسفل باش تحمر كنت درت الطاوة الاخرى الفوق باش طيب من الاسفل صافي هنايا شوفوا معايا هنايا الشكل ديالهم والبنات راهم انا مش بعتش منهم جو رائعين ممكن تعتامدوهم وكيتحضروا بسرعة حيت فيهم الخميرة ما كيلا اختيمار شوفوا معايا من الداخل هادي كرواسة ولا ماشي كرواسة متكذبوش صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هذه الطاوة الثانية البنات كنت درتها في الاسفل وبقيت كنا ناكل فديك اللي كانوا في الطاوة الاولى وخليتها شوية متحرق ليا تبارك الله ما شاء الله الفران مجهد شوفوا معايا هنايا الشكل ديالهم هادو اللي تحمروا جواني حسن من الاولين المهم انتم على حسن بشوف انتم ما بغيتهم يتحمروا بغيتهم يبقوا شوية شهبين اللي بغيتوا وهنا هادو الشكل ديالهم من داخل الابنات جربوهم كنصحكم بهم وسهلين ما فيهم لا دير فتلاجة لا ورق لتاشي حاجة اسهل منهم ما كين والنتجة رائعة مرضية واخر بقى نشكر فيهم ان شاء الله حتى تجربوهم وتعرفوني عليا اش كنتكلم وكيف ديما اللي عجبوكم ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم باللايكات ديالكم اللي دائما كتفرحني ما سخيتش بكم كيف ديما انتلقوا فيديو جديد ان شاء الله